اللي عندي الان ان عدد المقاطعين لجلسة الاربعاء سيصل الى 144 مقاطع يعني ارتفع عن الرقم السابق بمعنى انتم بدأت تقل اصواتكم وهل هناك منكم من ذهب الى الجهة الاخرى انا لا اعرف انه احد من عندنا ذهب الى الجهة الاخرى ولكن حتى اللحظة احنا حتى اللحظة لم يتم الاتفاق بلعك انا اعتقد هناك اجواء ايجابية ربما تحدث عملية التوافقات في ال 24 ساعة القادمة هذا السؤال 144 و100 وما ادريش قاد هذه اعتقد ارقام افتراضية لدزلك هاي المعلومة هالسا عمرتشي وجاعد يبقى وعى التلفزيون ودزلك مسج وإلا كيف حسب ال 144 وبناء على ماذا حسب ال 144 بالحسابات اللي عندي نحن ما عدنا ثلثين اعرف ممن يتكون هذا الرقم اللي عندنا وهذا الرقم اللي عندنا هو رقم غير قابل يعني خليني اقول لي مثل هذا التغيير الدراماتيكي فاعتقد هاي المعلومة ليس الدقيقة ولكن حتى اللحظة لا تتوفر اغلبية لا تتوفر اغلبية حتى اللحظة ضامنة لتشكيل النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية يوم العربعة حتى اللحظة شل التوافقات الجديدة التي ممكن قد تحصل في اللحظات الأخيرة والتي أنت كنت تقول بها يعني اكو نقاشات عميقة انا لا اريد ان اشوش مو كل ما يعرف يقال اكو نقاشات عميقة بين الأطراف حاليا لإيجاد ربما تسوية هي السياسة شنو هي سياسة حراك وتسويات ودائما نحن في العراق معالجاتنا تأتي في اللحظة الأخيرة التيار والحزب الديموقراطي الكردستاني التيار هو من عليه تقع مسؤولية تقديم ما يرضي الإطار والحزب الديموقراطي الكردستاني هو من عليه أن يقدم ما يرضي الاتحاد الوطني الكردستاني نحن في تحالف السيادة ليس لدينا مشاكل لا حدنا شيء نقدمه احنا اليوم دورنا مطفئين نيران مهدئين نحن الآن دورنا مطفئين نيران نسمع كلام نسمع كلام طيب للجميع يعني هي هاي دولة المكونات كل مكون يحل مشكلته مع جماعته أنتم خلصتم شغلتكم تنتظرونها أو تستثمرونها أو تستثمرونها في النتائج الأكراد عليهم يحلون مشكلتهم وشياء يحلون مشكلتهم أنتوا حليات مشكلتكم هذا الكلام هذا الكلام مدقيق هذا الكلام مدقيق والله العظيم هذا الكلام مدقيق وهذا كلام نعبئ به الشارع بطريقة خاطئة احنا ليس لدينا شيء انقدمه يا اخي للاطار مو احنا المسؤول عن استحقاقات الشيعة احنا ما نقدر انقدم لهم شيء نحن لسنا المسؤولين عن استحقاقات الكرد الكرد لهم استحقاقات احنا انقاذ وطن احنا تحالف احنا تحالف برلماني قادر ان يمرر التشريعات وقادر ان يمنح الثقة للوزراء ولرئيس الوزراء ويعزلهم وهذا التحالف سيستمر صاحب اكثرية برلمانية لذلك الطرف الاخر قلق من ذلك واقصد به باطار يريد ضمانات يجعل ان هذا التحالف لن يقوم باجراءات تستهدف ممثليه او قياداته او الى اخره احنا ماعدنا شيء نقدم احنا الآن نقول للاخوان في التيار نتمنى عليكم ان يعني تعطوا تطبينات للاخوة في الاطار ونحن نقول ايضا وقلنا للاخوة في الاطار واقول الان نحن لن نقبل ان نساهم او المخاوف التي لدى الاخوة في الاطار اعتقد انها مبالغ بها نحن لا نعتقد ان هناك اتجاه لاجراءات مقصودة او متعمدة تستهدف فلان او علان ابدا نحن نريد انقاذ وطن